موسيقى موسيقى مساء الخير هو حلقة جديدة من برنامج ثم ماذا حدث أكيد كلنا تابعنا في الأيام الماضية ماذا يحدث في الداخل الفلسطيني وبالتحديد في مخيم جيني عندنا يعني اقتحامات فلسطينية متولية عدوان على الأراضي محاولات لقضم مساحات من الأراضي الفلسطينية وعندنا يعني أو في حكومة إسرائيلية متطرفة يمكن مش معروف هي عايزة توصل لفين حتى الآن واللحظة اللي أنا بكلم حضراتكو فيها أو موعد تسجيل هذه الحلقة يبدو الموضوع أن القوات الإسرائيلية قد انسحبت من جينين بعدما أدعت بين قسين أنها قد حققت أهدفها إيه أهدفها؟ إيه اللي مطلوب؟ هل حققت بالفعل أهدفها ولا لا؟ فكرة المنقامة الفلسطينية فكرة توحيد الفصائل الفلسطينية كلها أسئلة الحقيقة محتاجة يعني كثير من الدرس والبحث والتفصيل والنهاردة يعني أعتقد أن احنا بنتشرف بوجود ساعة السفير مهند العكلوك مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية برحب بسياتك ساعة السفير وسعيد يعني وجودي مع حضرتك أهلا وسهلا بكم في المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية خلينا نبدأ هو إيه اللي بيحصل في جينين؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي أدى لتصعيد الأوضاع؟ وحضرتك شايف الموضوع إزاي؟ نعم أخي العزيز جمال أنا سأضع ما حصل من عدوان إسرائيلي غاشم على الشعب الفلسطيني وآخره على مخيم جينين البطل في إطار سياسي أشمل وهو أن هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي وصفتها بأنها الأكثر تطرفا أيضا في تاريخ دولة الاحتلال والتي تحتوي بالفعل على عناصر مصنفة إرهابية كبن جفير وسموتريتش هذه الحكومة تريد أن تقضي على المشروع الوطني الفلسطيني تريد أن تقضي على النضال الوطني الفلسطيني ومن أجل ذلك كان لابد من إخضاع جنين إخضاع مخيم جنين القضاء على المقاومة الفلسطينية في جنين من أجل أن يتم السيطرة سياسيا على فلسطين على الضفة الغربية لماذا جنين تحديدا؟ نعم أنت تعلم أخي العزيز بأن نتنياهو أعلن قبل أيام قليلة بأنه سيشطب وسيحارب فكرة قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وكذلك أعلن وزراء متطرفين من حكومته فبالتالي هم ينظرون إلى جنين كمنطقة نوعا ما خارجة عن السيطرة الإسرائيلية خارجة عن الرقابة الإسرائيلية وينظرون لها كملاذ وملجأ للمقاومين الفلسطينيين فأرادوا أن يكسروا هذه القاعدة أن يكسروا هذه الفكرة هذا هدف ضد فلسطين وضد المشروع الوطني الفلسطيني لكن هناك كما تعلم أخي جمال أهداف داخلية إسرائيلية بالتالي كما ذكرت بالضبط رغم هذا العدوان الذي استمر أكثر من ثلاثين ساعة شاركت فيه مئات الآليات الإسرائيلية والدبابات والآليات وأيضا شاركت فيه لمرة نادرة منذ عشرين عام طائرات إسرائيلية مهاجمة قصفت مواقع فلسطينية وأيضا كما حدث في عام 2002 في اشتياح مخيم جنين كان هناك تخريب متعمد للبنية التحتية واستهداف وقتل لأبناء الشعب الفلسطيني ولكن الأحداث الأخيرة أكدت تماما أن هذا الهدف الإسرائيلي فشل بامتياز حيث لم يتم تحقيق أي شيء منه ولكن مع ذلك نحن لا نأمن غدر الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الكرة في أي لحظة والهجوم واجتياح جنين مرة أخرى خليني أروح الفكرة أن هناك مقاومين فلسطينيين في جنين وتقول بعض الأصوات الإسرائيلية أننا لن نسمح بأن تتحول جنين إلى غزة أخرى أو غزة نيني يعني إذا جاز التعبير تعليق حضرتك إيه على الكلام؟ أخي العزيز الجيش الفصل العنصري الإسرائيلي يستهدف كل فلسطين كما نقول من جنين وحتى رفح كل المناطق والمدن والمخيمات والقرى الفلسطينية مستهدفة هذا الدعاء بأن جنين تتحول إلى غزة وغزة تتحول إلى نابلس هذا ليس سوى الدعاء باطل لمحاربة الشعب الفلسطيني وللقضاء على أي فكرة لمقاومة هذا الاحتلال الإسرائيلي بالأمس كان الهجوم على مدينة نابلس للقضاء على فكرة عرين الأسود كفكرة أيضاً لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي ولا تمتنع إسرائيل عن مهاجمة راملة وأيضاً بيت لحم وأيضاً الخليل وكل المدن الفلسطينية ونحن نعلم تماماً بأنه جرى حصار أريحة مدينة أريحة لأسابيع طويلة فلذلك هي ضمن الفكرة القضاء على المشروع الوطني الفلسطيني ونحن أيضاً استمعنا إلى مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة الذي كرر مقولة نتنياهو بأنه نحن يهود لأننا أتينا من يهودة هم لا يريدون أن تقام دولة فلسطينية في الضفة الغربية هذه هي الفكرة والفكرة الأخرى الإدعاء بأنه هناك عمليات أمنية للقضاء على المقاومين المقاومة أخي العزيز مكفولة بالقانون الدولي مقاومة الاحتلال الإسرائيلي مكفولة بالقانون الدولي الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني نظام فصل عنصري تحول إلى استعمار استيطاني مستمر إلى الأبد هذا ما يقوله بالضبط نتنياهو وأعضاء حكومته يبدو لي أن كما لو كان الجانب الإسرائيلي يطرح فكرة أن السلطة الفلسطينية لا تقوم بما يجب أن تقوم به بشكل كافي وبعض الأصوات خرجت في الفترة الأخيرة وهي تقول أن الآن أصبحت جينين جاهزة ليستلمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ويسيطر على من يصفونهم بالمخربين وهو يقصد هنا المقاومين كيف ترى هذا الطرح؟ أخي جمال القيادة الفلسطينية جاءت من رحم الكفاح الوطني الفلسطيني وحكومة دولة فلسطين هي حكومة للشعب الفلسطيني وليست أبدا تحت أي حال من الأحوال حكومة ممكن أن تتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي للقضاء على ظاهرة أمنية هنا أو هناك نحن عندما نتحدث عن التأسيس لتجسيد استقلال دولة فلسطين نحن مع سلاح فلسطيني واحد نحن مع أجهزة أمنية تتولى حماية المواطن الفلسطيني ومصلحة الشعب الفلسطيني ومصلحة المواطن الفلسطيني هي الأعلى وهي قبل كل شيء ولكن عندما نضع الأمر في إطار سياسي فالآن الكل الفلسطيني من السيد الرئيس أبو مازن إلى أصغر جندي فلسطيني إلى المواطن الفلسطيني في المدن والقرى والمخيمات معرض للخطر الشديد من الهجوم الاحتلال الإسرائيلي فكرة أن ما تفعل إسرائيل في جنين لأجل تسليمها للسلطة هذه فكرة كاذبة وواضح أن وقاحة الكذب الإسرائيلي واضحة تماما إيه اللي مقصود من هذه الكذبة؟ هو الفتنة ودق الأسافين هذا شيء ليس غريب على الاحتلال الإسرائيلي تعرف أخي جمال تماما بأن الأهداف من ما يجري الآن في جنين وبالأمس في نابلس وكل يوم في القدس هي أيضا لديها أهداف داخلية في داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المأزومة أنت تعرف ما يسمى بالإصلاحات القضائية التي يعكف عليها نتنياهو للقضاء على أي ملاحقة قضائية له بخلفية قضايا السرقة والفساد والرشاوي وأنت تعرف أيضا حكومة اليمين المتطرف الإئتلاف الضعيف هو يريد فقط أن يتذرع بأنه يحارب الشعب الفلسطيني ودائما يريد أن يغطي الدم الفلسطيني المشهد السياسي في إسرائيل حتى يحمي نفسه من الملاحقة القضائية وحتى بالنهاية يستجيب لبن جفير المتطرف العضو في حركة كهانة المصنفة إسرائيليا بأنها إرهابية وحول العالم بأنها إرهابية وحتى أيضا يستجيب لسموتريتش وزير المالية الذي سلمه الاستيطان ويسعى لإيصال الاستيطان إلى أكثر من مليون مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة استرداء لهذه الحكومة اليمينية المتطرفة عندي هنا حاجتين الحاجة الأولانية أن الهجوم الإسرائيلي يأتي دائما وبشكل مبالغ فيه وفج جدا على أحداث قد تكون صغيرة أو يعني ليست بال يعني أن الفعل لا يوازي رد الفعل وعندي في المقابل كمان دعوة الرئيس محمود عباس لكل الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية للاجتماع هنا هذا التقابل أو يعني التلاقي بين الحدثين دول أو بين الموقفين دول بتشوفوا إزاي حضرك سعد سفير بالأساس الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى إنهاء الحالة الوطنية الفلسطينية وده ممكن يعني؟ غير ممكن على الإطلاق لأنه اليوم الشعب الفلسطيني صامد على أرضه اليوم الشعب الفلسطيني بين البحر والنهر في فلسطين التاريخية أكبر من عدد الإسرائيليين أنفسهم نحن كما قال الشاعر محمود درويش كملح الأرض يعني أي حكومة إسرائيلية تريد أن تقضي على الحالة الوطنية الفلسطينية واهمة ثم واهمة ثم واهمة أيضا هذا لا يمنع بأنه نتنياهو المأزوم داخليا الفاسد المتهم بقضايا رشاوي وسرقه وعائلته لا يمنع بأنه يريد أيضا أن يتلحف حتى بالمقدرات جيش الاحتلال الإسرائيلي للهروب من هذه الحالة لكن في إطار جوابي على سؤالك في موضوع دعوة السيد الرئيس أبو مازن الأمناء العامين للفصائل للاجتماع فهي محاولة جديدة من السيد الرئيس أبو مازن للم الشمل الفلسطيني تحت وطأة العدوان الإسرائيلي على كل الشعب الفلسطيني بس حالة قلت لي من شوية أن الشعب الفلسطيني موحد كله في هذا الموقف بينما نحن الآن نتكلم عن محاولة للأم الشمل الفلسطيني كيف يمكن أي من المقولتين؟ أكيد الشعب الفلسطيني موحد كهدف للاحتلال الإسرائيلي أنا قلت كلمتي في جامعة الدول العربية بأنه جنين كغزة كنابلس كبيت لحم كأريحة ككل المدن الفلسطينية هدف يسيل لعاب الاحتلال الهبجي الإسرائيلي في هذا الإطار نعم الشعب الفلسطيني موحد في إطار أن كل الشعب الفلسطيني هدف الاحتلال الإسرائيلي موحد في إطار أن كل الأرض الفلسطينية هي مطمع للتمدد والاستيطان والضم الإسرائيلي نعم موحد لكن مع الأسف في إطار المصالحة الفلسطينية هناك خلاف نعم ما بين أقطاب الحركة الوطنية والحركة الإسلامية في فلسطين تحت الهجوم والعدوان الإسرائيلي لابد من استمرار المحاولات للم الشمل الفلسطيني على إطار برنامج سياسي واحد على إطار مقاومة تأخذ شكل موحد فكان من هذا المنطلق دعوة الرئيس لجميع الأمناء العامين للفصائل لوضع استراتيجية موحدة للمقاومة الوطنية الفلسطينية هل هذا ممكن؟ أكيد ممكن إذا كان لا يمكن أن يوحد الشعب الفلسطيني الهدف الأكبر وهو المشروع الوطني الفلسطيني إذا كان لا يمكن أن يوحد الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيلي على الكل الفلسطيني فما الذي يمكن أن يوحده؟ نحن في إطار حرب مع الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 75 سنة عمر نكبة الشعب الفلسطيني وحتى الآن ومنذ أكثر من 56 سنة عمر الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 إذا كان لا يوحدنا هذا الهم فما الذي سيوحدنا؟ بالتأكيد ممكن نعم أخي العزيز هناك أجندات مختلفة لدى بعض الفصائل الفلسطينية هناك ضغوط خارجية على بعض الفصائل الفلسطينية وهناك أيضا مصالح ضيقة حزبية يمكن أن تعيق المصالحة يمكن أن تعيق الوحدة الوطنية لكن أقول لك في النهاية الوحدة الفلسطينية مطلب الوحدة الفلسطينية هدف والوحدة الفلسطينية اللابد منها اكيد الوحدة الفلسطينية مطلب والوحدة الفلسطينية هدف واكيد زي ما حركة فضلت انه الشعب الفلسطيني كله بكافة فصائله يعاني من يعني هذا العدوان الاسرائيلي الشيء الذي لم استطع ان افهمه ان هناك محاولات يعني مستمرة ودقوبة عبر سنوات طويلة من اجل الوصول الى تفاهمات فلسطينية كيف يمكن لاي حد انه يفكر ان قدامي هدف واضح وقدامي عدو او يعني تحدي واضح بس انا مش هادر اروح للتحدي ده عشان عندي حاجات تانية يعني محتاج ان انا يعني انفزها ده بيعمل حاجتين يعني بيضعف من كيان الفلسطيني الواحد اتنين انه في نفس الوقت بيعطي يعني صورة للخارج مش الخارج بمعنى لمن هم غير الفلسطينيين انه طيب هنعمل لهم ايه طيب حقف عند النقطة دي بعد حضرتك وبعد الفاصل نستمع الى اجابة السفير مهند العكلوك اعادت مدينة جنين الفلسطينية ومخيمها الى الواجهة من جديد بعد ان بدأ جيش الاحتلال الاسرائيلي عملية عسكرية موسعة بالمخيم اطلق عليها اسم عملية المنزل والحديقة استهلت اسرائيل العملية بشن عدة هجمات بطائرات مسيرة ثم اقتحمت المخيم ما ادى الى معارك بالاسلحة في شوارعه قوات الاحتلال الاسرائيلي قالت ان العملية استهدفت مواصفته بالبنية التحتية الارهابية في منطقة جنين وانها لا تعتزم توسيع نطاقها ليشمل الضفة الغربية باكملها موسيقى وتعد هذه اكبر عملية من نوعها منذ نهاية الانتفاضة الثانية في عام 2006 بالضفة الغربية وسط تقارير عن اسقاط المقاومة مسيرتين واصابة جنديين اسرائيليين الهجوم الاسرائيلي على مدنة جنين ومخيمها يذكر بالمعركة الشهيرة التي خاضتها المقاومة الفلسطينية عام 2002 والمذبحة المروعة التي نفذتها اسرائيل ضد مخيم جنين في ذلك الوقت اذ شنت القوات الاسرائيلية هجوما على المخيم في عملية اطلق عليها اسم السور الواقي فطوقت المخيم بالكامل بالدبابات وقوات المشاء وفي المقابل شكل المقاومون غرفة عمليات مشتركة من كل الفصائل وجهزت مائتي مقاوم مسلحين بالبنادق والعبوات بدائية الصنع وتعتبر اسرائيل المخيمات الفلسطينية مركزا رئيسيا للمقاومة في فلسطين واثبت مخيم جنين انه رأس حربة المقاومة في الضفة الغربية المحتلة ورمز ثوري لها وتحول الى مصدر الهام وفخر للشعب الفلسطيني فما اهداف الهجوم الاسرائيلي على جنين هذه المرة وهل تستطيع تل أبيب تصفية المقاومة في هذه المدينة مثل ما فعلت في معركة جنين عام 2002 أم تستطيع المقاومة منعها تالي المرة مرة أخرى بعود إلى حضراتكم وما زلنا في حوارنا مع سعد السفير مهند العكلوك المندوب الدائم الفلسطيني لجامعة الدول العربية وقبل الفاصل كنا نتكلم عن ما حدث في جنين وتبعاته وايضا فكرة الانقسام الفلسطيني الفلسطيني وإلا ما كان للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يدعو إلى الأمناء العامين لكل الفصائل الفلسطيني للاجتماع لا أعلم حتى الآن أثر هذه الدعوة كيف سيكون الاجتماع من سيحضره ما هي أجندته يعني هذا حديث آخر ولكن فكرة الانقسام الفلسطيني الفلسطيني الحقيقة بتضر بالقضية الفلسطينية وهنا سؤالي كان لسعد السفير تفضل سعد السفير وأسف أن أنا أطعت حضرتك نعم أخي العزيز هذا سؤال صعب وهو أسعب سؤال يمكن أن يواجه أي سياسي وطني فلسطيني الانقسام الفلسطيني هو جرح غائر في القلب الفلسطيني هذا الانقسام الذي يستمر لأكثر من 16 عام الآن أنا أوافقك الرأي بأنه يضعف إلى حد كبير القضية الفلسطينية والنضال الوطني الفلسطيني أسبابه تتنوع وتتعدد كثيرا من الاختلاف في البرنامج السياسي أنت تعلم هناك برنامج سياسي لمنظمة تحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وهناك أيضا برنامج سياسي مختلف للقوى الأخرى القوى الإسلامية الفلسطينية هناك أيضا أجندات خارجية هناك تأثير خارجي من خارج حدود فلسطين وهناك أيضا الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى دائما لأن تستمر هذه الفرقة وهذا الانقسام الفلسطيني من خلال أدواته الخبيثة ومن خلال ده اللي بيلفت نظري يا سيد سفير أن إذا كان هذا الانقسام هو هدف يعني إسرائيلي زي ما حركت فضلت بالوصف فكيف يمكن لمن يقولون العكس أننا نريد التخلص من الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية أن ينفذوا الأجندة الإسرائيلية في هذا المجال يعني إزاي يعني؟ نعم نحن نريد أن نتحدث عن الفرصة الموجودة حاليا الدعوة التي وجهها السيد الرئيس أبو مازن لاجتماع الأمناء العام للفصائل وأساس هذه الدعوة هي محاولة أخرى لعلها هذه المرة تحت هذا العدوان الإسرائيلي تنجح كما ذكرنا أن الشعب الفلسطيني موحد وكان كذلك أيضا في مخيم جنين الذي قاوم الاحتلال الإسرائيلي بكل فصائله وبكل مشاربه وتوجهاته السياسية السيد الرئيس اليوم وجه الدعوة لوضع استراتيجية وطنية لتصدي لهذا الاحتلال كل إنسان وطني فلسطيني كل قائد وطني فلسطيني كل فصيل يسعى لمصلحة فلسطين يجب أن يلبي هذه الدعوة وأن يضع كل ما لديه على الطاولة الشعب الفلسطيني اليوم سيطالب القيادة الفلسطينية بكل اتجاهاتها للعمل على إنجاز هذه الوحدة الوطنية الفلسطينية التي طال انتظارها هذا مطلب يدعيه الجميع ولكن يجب أن يعمل عليه الجميع هذا ما نريد أن نعمل وهناك وسائل أخرى أيضا الانتخابات التشريعية والبرلمانية الفلسطينية التي كادت أن تحدث لو لا أن الاحتلال الإسرائيلي رفض بشكل قاطع حصول هذه الانتخابات في مدينة القدس المحتلة وما كان الحقيقة ممكن أن تجري هذه الانتخابات دون مدينة القدس لأنه أجرينا جولتين على الأقل انتخابيتين على المستوى البرلماني وجولتين على المستوى الرئاسي وفي جميع هذه الجولات كانت القدس موجودة وحاضرة هذه المرة كدنا أن نفعلها وأنا أقول لك من منطلق رؤيتي ربما الشخصية وربما أيضا السياسية أن الانتخابات الفلسطينية هي طريقة أيضا جيدة لحصول هذه الوحدة لكن هناك أيضا متطلبات سياسية متطلبات وطنية لا بد من الوصول إليها نحن نأمل أن يتم من جميع الفصائل ورحبت بعض الفصائل الوطنية الفلسطينية بهذه الدعوة ننتظر من الجميع أن يرحب وأن يلتأم على طاولة القضية الفلسطينية وأيضا أغتنم هذه المناسبة لأيضا أعبر عن تقديرنا لأن جمهورية مصر العربية كان هناك إعلان بأنه يمكن أن تستضيف وما زال في دعوة حتى الآن قائمة هذا نحن أنت تعلم أخي العزيز بأن مصر لها دور تاريخي في دعم القضية الفلسطينية ومن باب أيضا دعم القضية الفلسطينية هو الوصول إلى تحقيق هذه المصالحة الوطنية الفلسطينية ومصر تعمل على ذلك منذ نشأة هذا الانقسام ولديها تفويض رسمي من جامعة الدول العربية بالعمل على إنهاء هذا الانقسام نحن نعلم بأن هناك أحيانا خيبات أمل لدى الشعب الفلسطيني من عدم تحقيق هذه الوحدة الوطنية سنتطلع إلى هذه الفرصة سنتطلع إلى الانتماء الوطني للقادة الفلسطينيين لأن يلتم الشمل مرة أخرى تحت وقع هذا العدوان الإسرائيلي وأقول لك وأوجه هذا الكلام لكل الفصائل الفلسطينية اليوم الخطر أكثر من أي وقت سبق اليوم استهداف القضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني والإنسان الفلسطيني أكثر من أي وقت مضى اليوم نحن نعيش في عالم يوشك أن يتجاوز القضية الفلسطينية لولا أن الشعب الفلسطيني موجود على أرضه ويكافح هذا الاحتلال بكل الوسائل لولا أن الشعب الفلسطيني صامد في مدينة القدس نحن نعلم بأن هناك يجري متغيرات كثيرة في قليمنا والأقاليم المجاورة وحول العالم فلذلك إذا لم نتمكن من الوحدة الفلسطينية فنحن نضيف خطر آخر وجودي وخطر آخر استراتيجي على القضية الفلسطينية يجب على كل أقطاب الحركة الوطنية والحركة الإسلامية الفلسطينية أن تتجاوز الحدود الضيقة للمصلحة الحزبية الحدود الضيقة للمنتفعات وتنظر إلى الصورة الكبيرة وتنظر إلى الخطر المحدق الذي يتهدد الحالة الفلسطينية الشاعر محمود درويش عندما تحدث في قصيدة أنه أنا وأنا هل نساوي اثنين؟ والجواب كان أنا وأنا أقل من واحد هذا نحن طيب خليني مرة تانية يعني يبدو لي من هذا التوصيف رغم يعني البلاغة السياسية الرائعة اللي بحي حضرتك عليها لكن كما لو كان أن التناقض الفلسطيني الفلسطيني له الأولوية على التناقض الفلسطيني الإسرائيلي أبدا أبدا هذا هذا برهاني برهاني أنه اليوم كل الشعب الفلسطيني كل الفصائل الفلسطينية تكافح وتقاوم هذا الاحتلال الإسرائيلي فالتناقض الرئيسي التناقض الأساسي مع الاحتلال الإسرائيلي وأقول لك أنه ربما كانت الفرصة مواتية أكثر للسلام مع إسرائيل قبل سنوات أو عقود حتى ولكن اليوم إسرائيل تضع نفسها في موقع العدو الاستراتيجي الأبدي للشعب الفلسطيني فكيف يمكن أن يكون التناقض الفلسطيني الفلسطيني أقوى من هذا المعركة الوجودية بدليل أنه يعني لما بنينا نتكلم الآن عن دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أو بنتكلم على الدعوة المصرية وهي دعوة دائمة ومستمرة ومش أول مرة ولا المرة العشرين لاجتماع الفصائل الفلسطينية وكل مرة بيحصل اجتماع وكل مرة بيحصل شبه اتفاق مش بقول اتفاق شبه اتفاق ولكن يعود الوضع إلى ما هو عليه ويفوز نتيجة هذا التصرف الجانب الفلسطيني في صراعه مع الجانب الإسرائيلي متأسف في صراعه مع الجانب الفلسطيني نعم أطمئنك وأطمئن المشاهدين وأطمئن أيضا الشعب الفلسطيني بأنه نعم هناك تناقض فلسطيني نعم هناك خصومة فلسطينية هناك انقسام فلسطيني ولكن عدونا هو الذي يريد أن يقضي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره عدونا هو الذي يريد أن يشطب فكرة إقامة دولة فلسطينية عفوا عذرا عذرا أنا أعرف أنك ربما ملت من بلاغة السياسية ولكن نحن الآن أبدا نعم أبدا بس نحن الآن نتحدث عن الجانب الفلسطيني الفلسطيني نعم رغبة مني في إنهاء هذا الانقسام وهي رغبة مش يعني هي شخصية وعربية وقومية وإلى آخره لكن الحقيقة هنا في علامة استفاهم كبيرة جدا أن تبقوا بعدين صحيح صحيح هذا سؤال من عنوان حلقتك عدونا وماذا بعد بعد ذلك نعم أخي العزيز الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وهو 2 مليون فلسطيني والشعب الفلسطيني ذاته الذي يعيش نفس الهم ونفس البأسة في الضفة الغربية المحتلة وفي القدس وفي الشتات وفي الثمانية وأربعين له مطلب من قياداته بأنه بعدين هاي لا تتأخر أكثر من ذلك. أقول لك بالفعل وهذا ما يشعر به حتى القيادة الفلسطينية تشعر به الآن. حتى قيادة حركة فتح وقيادة حركة حماس وحكومة دولة فلسطين والرئاسة الفلسطينية. الخطر اليوم الذي يتهدد القضية الفلسطينية. المشروع الوطني الفلسطيني يجب أن يسير بنا بخطة ثابتة نحو إنهاء هذا الانقسام. نحن نقاوم الاحتلال بالمناسبة حتى بوجود هذا الانقسام. يعني فكرة. نتخيل سويا لو لم يكن هذا الانقسام موجودا وكان هناك وحدة في القرار في المقاومة أين ومتى وكيف أو في إجراء مفاوضات أو يعني استخدام هذه الأدوات كنت النتيجة تكون أسرع وأفضل. أكيد أكثر فاعلية. لكن بالاتجاه الاستراتيجي صدقني الأمر لا يختلف كثيرا. في الاتجاه المرحلي وفي الاتجاه الأكثر فاعلية. كما قلت لك هناك هدف واحد يجمع كل إنسان فلسطيني على وجه الأرض. كويس. سواء أبدأ من فلسطين الداخل 48 إلى كل إلى الضفة إلى غزة والقدس والشتات. هاي. لدينا هدف واحد. هذا هو الاتجاه الاستراتيجي. وأقول لك مقولة يعني ربما أخصك بها. قبل المقولة. نعم. وحتخصيني بالمقولة بعدها. هذا الهدف الاستراتيجي الواحد. نعم. ألا يتطلب تحرك واحد؟ أكيد. ألا يتطلب حركة منتظمة واحدة حتى نتمكن من تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي؟ هذه الحركة الواحدة المنتظمة غائبة. وهو ده كلامي من أول يعني تديني من اتنائش. وعذرا هذا رغبة مني في يعني أن أرى حال أفضل. تمام. تمام. أخي العزيز المقاومة ليست فقط بالسلاح. عظيم. والمقاومة ليست فقط بما يحدث في جنين أو ما يحدث في غزة. نحن في إطار الدبلوماسية الفلسطينية. في إطار الحكومة الفلسطينية نعمل على مقاومة فعالة أيضا لها ذات الفعالية إن لم تكن أكبر. في إطار مساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه. في إطار توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. في إطار أن يعاقب مجرم الحرب والذي يرتكب جرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية الدولية. وتعلم أخي العزيز بأن دولة فلسطين انضمت قبل أكثر من خمس سنوات إلى المحكمة الجنائية الدولية. ونتابع بشكل شبه يومي مع المحكمة الجنائية الدولية سواء من خلال فلسطين أو من خلال جامعة الدول العربية. أن يلقى هذا المجرم عقابه. هذه أيضا مقاومة. هل قرار واحد يا سعد السفير؟ قرار واحد صدر دولي أو عربي أو على أي مستوى استجابت له إسرائيل؟ قل لي المقولة بقى. أنت نقلتني بالسؤال إلى شيء آخر لكن سأعود بهذا الموضوع. المقولة أنه في يوم من الأيام وجهت أنا لوم لأحد قيادات حماس الوطنيين المحترمين في ذلك الوقت. اسمه الشهيد على فكرة إسماعيل أبو شنب. نعم. وقلت له كيف تقومون بالعمليات في الداخل المحتل عندما يكون الرئيس الراحل أبو عمار في خضم معركة سياسية. فقال لي بأنه نحن نؤمن بأن الحركة الوطنية الفلسطينية التي تقودها فتح هي في ذات أهمية المعركة التي نقودها نحن على الأرض. الشعب الفلسطيني في الناحية الاستراتيجية يقاوم الاحتلال ويكافحه بكل الوسائل سواء بالمعركة القانونية في الأمم المتحدة في جامعة الدول العربية وأيضا في الميدان. أعود الآن لسؤالك حول خشية إسرائيل من القرارات الدولية. حقف عند النقطة دي معلينة وحخرج إلى فاصل. بعد الفاصل هستمع من الإجابة إلى الإجابة من السفير مهند العكلوك السفير الدائم الفلسطيني لدى جامعة الدول العربية حول القرارات الدولية التي تصدر الأمم المتحدة اجتماعات أي أن كانت ولكن إسرائيل تضرب بها عرض الحق. بعض الفاصل لو سمعت. مرة أخرى بنعود إلى حضراتكم ومازال لقاءنا مستمر في برنامج ثم ماذا حدث حول تداعيات ما حدث ويحدث في جنين في الأرض الفلسطينية المحتلة. وسعاد السفير كان بيكلمني عن فكرة أن هناك عمل دولي أو عمل ديبلوماسي على المستوى الدولي والمحكمة الجنائية الدولية الجنائية وما إلى ذلك. فسألته عن القرار الذي يمكن أن تنفذه إسرائيل وكيف أن إسرائيل بتضرب بعرض الحق بكل القرارات الدولية. أرجو أن أنا أكون بقول صححة سعاد السفير. تفضل حضرتك. صحيح تماما فكرة أن إسرائيل كدولة خارجة عن القانون كدولة غير ملتزمة بالقانون الدولي وغير ملتزمة بميثاق الأمم المتحدة تدعونا في البداية قبل أن أتوسع بالإجابة لأن نشكك بعضوية إسرائيل استحقاق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة. إسرائيل كانت قد وافقت على قرار تقسيم فلسطين وكانت عضويتها مشروطة بالأمم المتحدة بأن تقبل بالدولة الفلسطينية العربية الأخرى. وهذا ما وقع عليه وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي في حينه. الآن إسرائيل كما ذكرت بالضبط تضرب بعرض الحائط شروط عضويتها تضرب بعرض الحائط ميثاق الأمم المتحدة الذي يقول بالنص لا يجوز الاستحواز على أراضي الغير بالقوة وتضرب القانون الدولي في مقتل وتحرج العالم. أنا قلت بالأمس في خطابي في جامعة الدول العربية بأن هذا الاحتلال الإسرائيلي بهذا النوع من الجرائم الإسرائيلية يشكل عورة فاضحة للمجتمع الدولي. يجب سترها ويجب إنهاءها. نعم كما ذكرت أخي العزيز هناك أكثر من ألف قرار على مستوى الأمم المتحدة وحدة. أكثر من ألف قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي مجلس الأمن في إطار حقوق الشعب الفلسطيني في إطار الحماية الدولية في إطار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وإسرائيل لا تستجيب ولا تلتزم بهذه القرارات بحكم طبيعتها كدولة خارجة عن القانون. يجب عقابها ويجب تطبيق العقاب عليها. لماذا؟ لأن المجتمع الدولي مع الأسف الشديد هذا القائم المفروض أن يكون قائم على القانون الدولي ينظر بعين واحدة وبمعايير مزدوجة للقضية الفلسطينية. انظر ماذا يحدث الآن في أوكرانيا وانظر ماذا يحدث في فلسطين. الأمر نوعا ما بغض النظر عن الدخول في التفاصيل شبيه. بيثاق الأمم المتحدة واحد القانون الدولي واحد اتفاقية جينيفر الرابعة لحماية المدنيين تحت الحرب واحدة. ولكن كيف تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية في أوكرانيا؟ كيف يتعامل الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا؟ وكيف يتعاملون في فلسطين؟ يقولون زورا وبهتانا بأنه لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها. إذن هل جنين مدينة إسرائيلية؟ هل نابلس مدينة إسرائيلية؟ كيف لإسرائيل الحق بأن تقتحم مدينة فلسطينية بأن تجتاح مخيم جنين الذي بالمناسبة سكانه هم مهجرين منذ عام 1948 هجروا بفعل عصابات الصهيونية الإرهابية التي مارست المذابح ضد الفلسطينيين عام 1947 وعام 1948 وبعد ذلك وقبل ذلك هجروا وسكنوا في مخيم جنين كغيرهم من المخيمات والآن يلاحقون في مخيم جنين ليقضى عليهم وتهدم منازلهم ويقتلوا لأنهم فقط يرفضون الاحتلال الإسرائيلي. كيف يجرؤ هذا المجتمع كيف يجرؤ كل من يقول أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها أن يواجه الحقيقة أن يواجه القانون الدولي إسرائيل إذا وضعت قائمة بالقانون الدولي تجدها أنها تنتهك وتخترق القانون الدولي في كل مجال في كل ناحية فإذن موضوع القرارات هذا ليس عيب فلسطيني وليس عيب عربي لأنه لم ينفذ هذا عيب وعوار في القائمين عليه لكن أقول لك أين الفاعلية في ذلك؟ مع ذلك مع كل هذه الصورة السودوية المخجلة في تصرف المجتمع الدولي أقول لك أين الفاعلية؟ لدينا الآن أنا أريد أن أتحدث عن نقطتين معينتين في إطار المساءلة والمحاكمة الاحتلال لدينا المحكمة الجنائية الدولية ولدينا محكمة العدل الدولية بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية كانت المدعية العامة السابقة للمحكمة فاتو بن سودا قد بعد مخاض طويل عسير استمر أكثر من خمس سنوات وصلت إلى نتيجة عبر كل الإجراءات وكل المعايير تبع المحكمة التي وضعت في ميثاق روما المؤسس لهذه المحكمة وصلت إلى نتيجة بأن هناك أسس معقولة لأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة عدوان ضد الشعب الفلسطيني ويجب فتح هذا التحقيق وبالفعل قبل أكثر من عامين تحديدا في شهر مارس عام 2021 فتحت المدعية العامة تحقيقا جنائيا في إطار هذه الجرائم وانتهت مدتها الآن لدينا مدعي عام آخر اسمه كريم خان للمحكمة نحن نطالبه والقضية مفتوحة وأيضا التحقيق مفتوح وهذا لا يسقط بالتقادم اليوم المجتمع الدولي كما قلت لك أعور يرى بعين واحدة أعمى معايير مزدوجة ولكن في يوم من الأيام عسى أن يكون قريب ستوضع الأمور في نصابه سيحاسب المجرم لأنه الملف عم بيكبر القضية عم تكبر الجرائم عم تكبر وكله يوثق يوثق فلسطينيا ويوثق دوليا أيضا والآن نطالب من خلال جامعة الدول العربية من خلال فلسطين ومن خلال كل حدا متمسك بالقانون الدولي وبالنظام الدولي نطالب المدعي العام من محكمة الجنائية الدولية أن يقوم بدوره كما قام بدوره في أوكرانيا أن يقوم بدوره لاستكمال وإنجاز هذا التحقيق الدولي ولديه خيارات في ذلك أنا حابب أيضا أركز على الإطار الفعال الآخر وهو محكمة العدل الدولي في نهاية العام الماضي هناك قرار من جمعية العامة للأمم المتحدة بإحالة سؤال لمحكمة العدل الدولية وهي أعلى هيئة قضائية دولية هي محكمة الأمم المتحدة مقرها في لهاي أيضا كما المحكمة الجنائية الدولية السؤال يقول نريد أن نعرف ما هي منظومة الاحتلال الإسرائيلي وآثاره المترتبة على الشعب الفلسطيني هل هذا الاحتلال قانوني؟ هل هذا الاحتلال غير قانوني وفرض نظام فصل عنصري؟ هل هذا الاحتلال تحول من احتلال غير قانوني ونظام فصل عنصري إلى استعمار استيطاني يريد أن يبقى إلى الأبد؟ وهذه رؤية الحكومة الإسرائيلية المتطرفة اليوم المحكمة العدل الدولية ICJ قبلت هذا الرأي الاستشاري وحددت تاريخ 25 سبعة هذا الشهر 25 جولاي كموعد نهائي لتلقي المرافعات المكتوبة من الدول ومن المنظمات الإقليمية الدولية حول هذا الموضوع لأن المحكمة تريد أن تستأنس بالقرارات الدولية التي قبل قليل قللنا من شأنها فعلا لأنها لا تنفذ ولكن المحكمة ستستأنس أثناء دراسة الرأي الاستشاري أو الفتوى القانونية بكل هذه القرارات الدولية ستستأنس بآراء الدول من خلال المرافعات ومن هنا عبر شاشتكم كما طالبنا في جامعة الدول العربية وفي القمة العربية وفي اجتماعات وزراء الخارجية نريد من الدول العربية الشقيقة أولا لدينا 22 دولة لدينا 57 دولة إسلامية نريد أن تقدم هذه الدول المرافعات القانونية بشأن عدم قانونية الاحتلال مش معقول أنه نحن إلنا 56 سنة نطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإلنا 75 سنة نطالب بإنصاف الشعب الفلسطيني وأن تقصر الدول العربية في تقديم مرافعات لأنه صدقني رغم أنه نحن لا نلقي بال كثير ربما على مستوى الرأي العام لهذا الأمر ولكن هذه فرصة حقيقية تاريخية ونادرة لتعريت هذا الاحتلال وليوصمه بأنه ظاهرة غير قانونية وبالتالي سيكون واجبا على المجتمع الدولي أن يحارب هذه الظاهرة غير قانونية المجتمع الدولي لم يكن منتبها أو كما تفضلت حضرتك بيتصرف بمستويين أو هو أعور كما تفضلت ولكن يبدو الآن في ظل الظروف الدولية الجارية الآن أصبح أعمى تماما هو غير مهتم إطلاقا بهذه المنطقة وغير مهتم بما يحدث في الدخل الفلسطيني هو يكتفي بالشجب يعني ده في أعلى مستوى أو قد يجد بعض المبررات لما يحدث عشان يريح ده هل تتصور حضرتك أنه في وسط هذا كله أنه يمكن أن يكون هناك منفذ يجب أن يكون هناك منفذ ولكن أتصور وأرجو أن أحرك تصححني أن المنفذ يبدأ وينتهي من الدعوة التي وجهها الرئيس محمود عباس لأمناء عامين الفصائل الفلسطينية أو الاجتماعات المتكررة في القاهرة من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني صححني لو سمحت نعم هذا المبتدأ لكن أنا أصر على جوابي بأنه هذا لن يغير من الحالة الاستراتيجية نحن في حالة انقسام لكن هذا انقسام مرحلي سينتهي لأنه صيرورة الأمور الشعب الفلسطيني واحد العدو واحد الخطر واحد سينتهي بأي تكلفة أسعد سفير سينتهي بأي تكلفة أم آجلا هناك نظرية كتبة عنها هي نظرية نشوء وسقوط القوى العظمى اليوم نحن في عالم له جانب واحد نحن في عالم حتى وإن كان هناك مكياج كوزماتيكس بأنه هناك قانون دولي وهناك شرعية دولية وهناك نظام دولي لكن هذا غير حقيقي هذا المجتمع القائم اليوم على قطب واحد يتحكم في مجلس الأمن يتحكم في عدم إنهاء القضية الفلسطينية تمام يتحكم في دعم الاحتلال الإسرائيلي نحن في إطار أنا أقول في إطار أن يتغير هذا العالم يتغير هذه المنظومة الدولية إلى منظومة متعددة الأطراف في ذلك الوقت في ذلك الوقت ربما يكون هناك فرصة أكبر لأن يكون هذا المجتمع الدولي أكثر عدلا وعندها سيندم كل الذين اتكبوا جرائم ضد الشعب الفلسطيني لأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ولا تسقط بالانقسام الفلسطيني أيضا حتى وإن كان هناك انقسام فلسطيني لكن بالنهاية المجرم يسجل عليه ويوثق هناك أيضا أخي العزيز في إطار أيضا العمل الدولي هناك لجنة أنشأها مجلس حقوق الإنسان في جنيب اسمها لجنة التحقيق المستمرة في الجرائم التي ترتكب في فلسطين أنشئت عام 2021 ولكن حتى اليوم منذ أكثر من عامين إسرائيل الدولة الخارجة عن القانون تمنع هذه اللجنة من القيام بواجباتها من الدخول إلى فلسطين للتحقيق لكن هل هذا سيستمر إلى الأبد؟ أنا أقول عبر شاشتكم لا لن يستمر إلى الأبد سيأتي يوم وتتغير المنظومة الدولية وبالمناسبة كما أن الخطر أكبر فهذا اليوم أقرب وسيحاسب كل مجرم إسرائيلي عن ما ارتكبته يداه وكل مسؤول إسرائيلي وبالمناسبة المحكمة الجنائية الدولية هدفها هدف إنشاءها هو عدم إفلات المجرم من العقاب وإنصاف الضحية وتتبع خط يصل إلى رأس الهرم ونأمل أن نرى نتنياهو وسموتريتش وبن جفير في السجون الدولية في لاهاي سعد سفير لو حبينا نلخص يعني كل هذا النقاش الخلاصة اللي نقدر نخرج به الخلاصة أنه إسرائيل واهمة بأنها تريد أن تنهي المشروع الوطني الفلسطيني وليست فقط إسرائيل كل من تسول له نفسه بأنه يعتقد بأنه يستطيع أن يقفز على حقوق الشعب الفلسطيني يستطيع أن يبرم سلاما إقليميا مدعا هذا واهم الشعب الفلسطيني موجود الشعب الفلسطيني صامد على أرضه متى تم تثبيت الاستعمار عندما انتهت الشعوب الأصلية حصل ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أستراليا وأماكن أخرى لكن متى أيضا فشل المشروع الاستعماري في جنوب أفريقيا عندما بقي الشعب موجودا ولم يستسلم وقاوم الفصل العنصري وهذا ما يحدث في فلسطين الشعب الفلسطيني موجود ويكبر ورغم محاولات سرقة تراثه وسرقة هويته إلا أنه يمارس كل عاداته وتقاليده وحقوقه حتى غصب عن الاحتلال الإسرائيلي فالخلاصة بأنه سواء بألم الانقسام سواء بألم العدوان الإسرائيلي سواء بالمعايير المزدوجة والعالم الأعمى والخذلان مع كل ذلك بالنهاية الشعب الفلسطيني سينتصر هذا مش عواطف وهذا لأنه تاريخ الله يرحمه أبو عمار قال نحن مع مجرى التاريخ هناك شعب قوامه اليوم 14 مليون فلسطيني نصهم بالداخل ونصهم في الخارج هل هذا الشعب لا يحق له تقرير مصيره؟ هل هناك شعوب تعرف أنه فيه شعوب مع احترامي للجميع 5000 واحد في دول في دول 5000 واحد و41 كم مربع مع احترامي الشديد لكل الدول ولكل الشعوب ولكن هل يحق لشعب قوامه أربعة أو عشرة أو عشرين أو مليون أو عشر مليون أن يقرر مصيره؟ والشعب الفلسطيني لا؟ ليش؟ لأنه الاحتلال الإسرائيلي ماسك العالم من أماكن من نقاط ضعفها سينتهي هذا الموضوع وسيحاسب المجرم الإسرائيلي سعد السفير مهند العكلوك منذوب دولة فلسطين الدائم لده جماعة الدول العربية اسمح لي أشكر حضرتك شكرا جزيلا على وقتك وعلى ما تفضلت به من معلومات وعلى أنك تحملت يعني بعض الأسئلة التي تبدو عنيفة ولكنها في النهاية للمصلحة كما أتصورها بالعكس أنا بشكرك جزيلا أنك حاولت تطلع منه أفضل ما يمكن وشكرا جزيلا لكل أسئلتك حتى الصعبة منها مرة ثانية بشكر حضرتك شكرا جزيلا تسمحوني أشكركم أيضا شكرا جزيلا وما زالت حلقات ثم ماذا حدث إن شاء الله مستمرة تابعا موسيقى موسيقى